شكرا لكم على المشتركي قناة GIS أتشيرو أشرح بهذا الفيديو عن Intensity Duration Frequency أو IDF Cair الآن Intensity Duration Frequency Cair بتفيدنا بأننا نعرف بعض الشغلات أو بعض الحسابات المهمة في قراءات المطر أو محطات المطر من هذه الحسابات المهتم بحسابها اللي هي Frequency أو Probability للRainfall أو Return Period للRainfall بالنسبة للFrequency أو Probability للRainfall مرمزلها بالرمز F وبتكون عبارة عن النسبة المئوية شو يعني Frequency أو Probability لإحتمالية سقوط مطر بدبث معين Frequency أو Probability بالنسبة المئوية تساوي 1 مقصوما على T T هي Zaman العودة اللي هي كم تحتاج هذه العصف المطرية بدبث معين لأنها تتكرر مرة ثانية فإذا كانت Retail Period مثلا بالير 5 سنوات مع أن العصف المطرية أنا قاعد بحسب لها إحتمالية تكرارها خلال 5 سنوات لازم تكون واجدة عندي الآن Frequency تساوي 1 على T بينما T ساوي 1 على F فعكس بعض يعني الثنتين لو ضربنا نضرب تبادري الآن راح أنزل فيديو آخر أو راح تلاقوا فيديو آخر على القناة بيحكي لكم كيف ترسم الكيرف اللي هو اسمه IDF Curve وهذا الكيرف لاحظوا زيما هون أنا رأسنت واحد مثال عليه لاحظوا على محور الـ X اللي تحت عندي موجود اللي هي Frequency As Percentage 1 بالمئة 50 بالمئة 100 بالمئة وهون عندنا على محور الـ Y Axis عندنا rainfall depth بالسنتيمتر 10-20% لحد سرعية وعندهم محور الـ X اللي فوق عندما تلت تلتة كيرفات مع بعض وحطيت الـ Retain Period بلير 15-15-20 الآن لو عند الكيرف جاهزيك الآن بقدر أحسب أي وحدة من الـ Retain Period Frequency أو rainfall depth بنبناء على أي وحدة منهم يعني لو عرفت الـ Frequency بعرف من الـ Retain Period بعرف من الـ Rainfall depth لو عرفت الـ Rainfall depth بعرف قداش إله Frequency وقداش إله Retain Period طبعا بالعادة كل ما زاد قيمة الـ Rainfall depth بتقل احتمالية تشكل لو لاحظونا على الكيرف كل ما ارتفع قيمة rainfall depth بتقل احتمالية إنه يسقط هذا rainfall وكل ما بتزيد Retain Period إله لهاي rainfall depth لما يكون عالي والعكس صحيح طبعا إلا لو حكالي مثلا أوجد لي Retain Period والFrequency للـ Rainfall depth 30 سنتيمتر باجي عند الـ 30 زي هون بوصل خط بقاطعه مع المنحنة تقاطع بالنقطة هاي طبعا راح نزل سهم لتحد وحكي له تقريبا عند 30 سنتيمتر as rainfall depth في عندنا الـ Frequency تقريبا 50 بالمئة إلو احتمالية سقوط هذا المطر من 30 سنتيمتر هي 50 بالمئة طب الـ Retain Period بس برفع الخط لفوق مثل انتو شايفين بكل سهولة وبطلع قداش رأي الـ Retain Period وهي تقريبا 14 سنة وحكي له الـ Retain Period لـ 30 سنتيمتر هي 14 سنة بينما الـ Frequency لنفس rainfall depth هي 50 بالمئة الآن هيك لو كان عندنا كيرف بس بطلع منه أي شي طب لو بدأ عرف قداش الـ Retain Period لـ 60 بالمئة rainfall بوصل من عند الـ 60 بالمئة هون as Percentage أو Probability بوصل عند الـ 60 بالمئة وبقاطعها فوق بتطلع بتلاقي تقريبا 15 سنة والعكس صحيح لو 10 بالمئة Retain Period قداش بكون الـ rainfall فبتحط عند العشرة year قداش بتشوف الـ rainfall بتلاقي انه 40 موجود عندك هون على الكيرف هاي الحسابات الان سهلة اللي صارت بوجود الكيرف كيف بنرسم الكيرف وعاي أساس بنرسمه راح اشرح فيديو آخر راح تلاقي ونازل على التشانل ان شاء الله راح ناخذ اقزامبل بسيطة في حال ما كان عندي كيرف وانا بدأ احسب منه على القوانين الموجودة هون لـ F يساوي 1 على T و T يساوي 1 على F بالنسبة الاقزامبل الاول F اكيد بحط النوت وتساوي 1 على 20% اللي هي 0.2 واحد تقسيم 0.2 يساوي 5 years هاي الحسابة كانت سهلة جدا يعني بس بقسم 1 على النسبة المئوية اللي عندي هون 20% بطلع عندي 5 years وهاي الـ 5 سنوات اذا كانت 20% لاحظوا الاقزامبل الاخر عكسه تماما بحكي لك what is the probability of rainfall with return period of 10 years كم هي احتمالية سقوط المطر اللي بتقول اله 10 سنوات return period فبتحكيوهم بالعكس تقوله F تساوي 1 على T ومنه بحكي له انه F تساوي 1 على 10 وتساوي 10% فاحتمالية سقوط المطر الموجود عندي بـ 10 10 year 10 اللي هي return period الاحتمالية اله هي 10% هاي الحسابات بشكل بسيط على Intensity Duration Frequency كير لا تنسوا تشاهدوا الفيديو رح اقترح بيها بنهاية هذا الفيديو عن كيفية ترسم هذا الكير على XL وشو بحتاج لداتا وشو بحتاج اعمال على XL من اجراءات حسابية بحيث اوصل للكير الموجود عندي هون واقدر احسب منه وايضا لو ما عندي كير بقدر احسب من طريق القوانين الموجودة عندي هون F يسا واحد T والT يسا واحد F أنت بحيث انه Retair Period وحدتها بالYears وأن تبهي انه Frequency وحدتها As Percentage Unitless يعني بملهاش وحدة بتكون كنسبة مئوية تشكل احتمالية سقوط المطر في منطقة معينة بدبث معين بRetair Period معينة هايك ممكن هنا أشرح Intensity Duration Frequency Curve ويعطيكم العافية